ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 الحزمة الخامسة خلاص بحي يحكو يعني عدد كبير من اللاعبين لا والله عندنا الحين ماب خرافي انا حاليا ما بيالعب مفات تانية وما بيادفع عندي ماب جدا الخرافي وخلاص خليني على هال ماب اذا كان رفليشن نفس يعني رائع نفس أورجنس بس لأهما متل ما شفتوه رفليشن ماب خرافي بس ما هتقرن مع أورجنس صراحة بالنسبة انك تلعب كل يوم من هالكلام وهذا احد الاسباب انو خلصهم رفليشن سريع ومهتموا فيه كتير مشان الحزمة الخامسة لم تنزل ليشتروها عالم يعني ناس كتير طيب هلا كلها الاسباب الحين خلينا نبلش بالاسباب يعني المنطقية اول شي تقريبا من تاريخ مستعاش واحد يعني من شهر ونص ضافوا شي على ستيم ستيم لما يضيفوه لأي شي ستيم اللي هو على الكمبيوتر ضافوا شي لللعبة لبلاكوب 3 على ستيم فمن ملفات ستيم متل مشايفين هلا اي ملف اي شي بيضيفوه بيضيفوه على موقع خاص لأي محتوى بيضيفوه بيضيفوه على هالم موقع فضافوا الشي من 15 واحد وللحين هذا الشي مو معروف للحين مكتوب عليه النون انو غير معروف طبعا ممكن محد يحكي طيب يكم هالشي اللي ضافوه الكود لأسلحة متم شايفين بالصورة تحت يحاطين انو والله في نيوكتون بونس ماب ولا في يعني الوان او اسلحة يكم هادا الكود لسلاح بلاك ماركت مولتي بلاير طبعا لو كان هالشي كان صلع الكود لانو بتعرفوا من كم يوم نحطوا سلاح البي بي اس اتش وسلاح تاني اظن ام سكستين بالمونتي بلاير والله ما لاعرفش لسعر والضبط بس المهم حطوها لو كان فعلا هالكود اللي حاطينه لأسلحة البلاك ماركت كان خلص الكود كتبوا كتبوا شوه الكود بس للحين الكود كاتبين عليه غير معروف وغير هيك لو كان كود لا يضيفوه من شهر ونصف هم ليش ضافوه من شهر ونصف وللحين ما نعرف لهم هادا الشي يجربوه هادا الشي يجربوه اذا الشي يجربوه يتأكدوا ما فيه اي اغلاط اسلحة البلاك ماركت ضافوا كتير اسلحة ما رح يضيفوه اتلاح ويضلوا يجربو فيه شهر ونصف ليحطوه اظن سلاح خلص هم عرفوا هالاشياء عرفوا كيف يضيفوه اسلحة في اضيفوه على طول اضيفوه خلال اسبوع واعلنوه انما هون صلى شهر ونصف وللحين ما اعلن هالشي فحزمة خامسة فيها اربع مبات ولا خمس مبات زومبي اظن بدها شهر ونصف اكثر اللي يجربوها وتأكد انه ما فيها اي قلتشات هم المكانو يضيفوا ماب واحد كان يطلح فيه كتير قلتشات اكبر مثال زي سبونوشي ما شفتوا قدش القلتش اللي فيه فكيف لو يضيفو لنا خمس مبات زومبي اكيد نعقو بها كتير قلتشات المنطقة لما بات زومبي و شهر ونصف عدين عميججربو عليهم ويلعبوهم ويتأكدوا انه ما فيهم اي قلتشات طيب خلصنا من شغلة الكود شغلة ثاني اللي انا من جد عجبتني من فترة سوت لكم فيديو مزمان كتير لما كنت اتسوي قصص زومبي وهيك وهالفيديو كنت عم حللكم شفرة شفرة موجودة ماب دي رأيسي دراق والشفرة هي عبارة عن لوح رياضيات في مسائد طبعا لوح الرياضيات هاد ديفيجين 9 قلصت إحياء أو ينتهت من إحياء الوحش القديم لمجموعة 935 نتمنى مجموعة 935 أتردلن الجميل بالإنجليزي أول سطر ديفيجين 9 قلصت الوحش القديم لمجموعة 935 نتمنى على كلمة ريزيريكشن ريزيريكشن معناها أحياء ريزيريكشن هو اسم الحزمة الأولى الحزمة الأخيرة ببلاك أوبس 1 والحزمة الأخيرة ببلاك أوبس 1 اللي كان فيها خمس مابات زومبي طبعا للحين ريزيريكشن ماذا دخل هذه الشيفرة بالحزمة الخامسة كلمة ريزيريكشن بيستعملوها كتير أفلام وأشياء كتير معناها أحياء وشو دخل الشي طبعا الشي اللي جدا مهم انه من فترة ضافوا شي على بلاك أوبس 3 زومبي اسمه نيوتين كوكبوك اللي هو انك تصنع العلكة الخاصة فيه وهي الصورة المين منيو وواضحة بشكل يعني موجودة بشكل واضح فيه اي واحد حين يفوت على نيوتين كوكبوك ويشوف الشي اللي أنا يعبر جيك المياه هلا طبعا لو تنتبهوا طوق على اليسار طوق على اليسار لو تنتبهوا رح تلاقوا فيه معادلات رياضية في متل ورقة وعليها معادلات رياضية وكلام طبعا المعادلات الرياضية هي هي من الشيفرة هي ماخدينها قسم من اللوح من الشيفرة الموجودة بدي رأيس اندراخ هاي صورة موضحة الها اكتر واترككم هديك هديك الشيفرة مثل معادلات رياضية هي الشيفرة وبتترجم لكلام ترككم عليه من شوي طبعا المهم انه هالمعادلات الرياضية الكلمة تبعها من الشيفرة هي كلمة ريزيركشن هي كلمة ريزيركشن يعني حطونا جزء حطونا كلمة من هديك الشيفرة والكلمة هي المعادلات الرياضية هي لهالكلمة اللي هي الحزمة الاخيرة من بلاكوسوان يلي كان فيها مابات زومبي ماب مون أربع مابات قديمة فأظن الشيء يعني جدا واضح ليش ما حطي يعني ضافون لشيء جديد وهي الشيء الجديد ضافون لك فيه كلمة ريزيركشن الطريقة جدا صعب انك طلعها وكمان لما عملوا من فترة مقابلة مع شركة تريارك جابوا جايسون بلندل هو المسؤول عن الزومبيز وحكى لهم انه أنا بس يعني حكى انه الشيء الوحد اللي فينا حكي لكم يا حاليا هو نيوتن كوكبوك وضافوا نيوتن كوكبوك بعد يوم واحد ويعني خلاص ليش كان عبيحكيها باسلوب غريب ما حكى لنا شو بس حكى بس اللي فينا يحكي نيوتن كوكبوك وبعد يوم ضافوا يعني ما في منطق ما في شيء غريب متعودين على جايسون بلندل يعني يعطينا اشياء تلميح لبعيد يعني وهيك ووالله ما اظن في اي شيء تلميح يحكي لنيوتن كوكبوك وبعد يوم يضيفوه يعني اظن عب يحكي لنيوتن كوكبوك انه ركزوا عليه ركزوا على الشفرة الموجودة فيه وحاولوا ترجموها مو الله بس يحكي لنا خلاص نيوتن كوكبوك وبعد يوم يضيفوه لنا ونفهم شو هو نيوتن كوكبوك لا اظن اظن انو اندقى عليه اكثر نشوف شو الكلام المكتوف فيه و الناس فعلا اندقوا وحللوا وطلعت معهم بكلمة ريزاركشن هذا صراحة اكثر السبب انا شايف ومقنع ويه لسه كمان عن اسباب اكثر وقال فقط نعم اجهيه أرى شيء اكثر انا اجهيه ولكنه احييه اشتركوا في ذلك لذلك اجهي لذلك أنا أسأل أن لا أستطيع أن أقول شيئاً الآن شكراً حسناً والمهم هذا المعرض بيصير سنوياً المهم هذا المعرض قبل أن تنزل بلاك كوب 3 أظن بـ 2015 أظن المهم هذا المعرض كان في قسم لـ Call of Duty وكانوا يتحدثوا عن الزومبي بشكل عام لم يتحدثوا عن بلاك كوب 3 كان لسا مطولة لتنزل أريد أن تتحدث عن الزومبي و تاريخ الزومبي وبجزء من الثانية هناك بشكل جداً غريب حطونا باكرامد جديد لماب مون عندما رأيتم قسم لتدّىكم هذا هو الصقر والصقر والصقر مشترك الثانية هناك وجدت تأكد أيضًا هناك تأكد تأكد أيضًا بردوطة الإسعار والصقر الأول وجدت أدام هناك تأكد آخر و هناك الأخطيات الثانية حسناً في جزء الاول في راتب الزومبي و بالكوميك الاخير قبل اخير اخر واحد من يومنا حطوا لنا بوستر ماب أسنشن جديد هذا الشيء جدا و جديد لحين عنا ثلاث مابات للاسف اليوم نزل كوميك والكوميك اللي نزل اليوم ما فيه أي بوستر لأي ماب زومبي واحد منكم يقول الحين طيب اوكي حطوا لنا ثلاث مابات نفروض باقي ماب اربع مابات ولا خمس مابات طيب شو الماب الرابع و شو المابين الاخيرين هيكونوا طبعا الماب الرابع اظن هيكون أورجنس لانه من فترة واحد يعني دخل ملفات بلاكوب 3 على الكمبيوتر و صار يدور فيها و لقوا انه اضافوا هالصور شايفينها قدامكم طبعا الصورة الاولى مثل شايفينها قدامكم هاي صورة من ماب أورجنس هذا الشي كان موجود بماب أورجنس بغرفة البداية و صورة محسنة جدا هاي كانت موجودة بلاكوب 3 هالصورة غرفة البداية بس كانت جدا مواضحة و صعب انك تشوفها و انهم هلا حاطين نسخة محسنة عنها طبعا ممكن حد يحكي الحين اوكي ماب أورجنس ضافوا لماب رابع و انهم هاي صورة من ماب رفوليشن طبعا ماب رفوليشن ما في غرفة البداية تبع أورجنس وهالصورة كانت بغرفة البداية تبع ماب أورجنس و صورة الثانية الضيفينها كانت من ماب أسنشن نتوشفينها قدامكم والحين صار عنا التلميح لأربع مابات نيوك تاون و عنا ماب أسنشن و عنا ماب مون و هلا أورجنس و اظنين رح يكون خمس مابات انه هم كانوا بمالتي بلاير يحطوننا على ماب مالتي و ماب زومبي ف الماب الخامس مع انه ما في اي تلميح عليه اظن رح يكون ماب أفداد حرام يحطوا ماب أفداد و ما بعرف اتمنى يكتبوا لي شو رايكم بالكومنت ماب الخامس رح يكون بس اذا يعني اظن بعرف موضلكم بدون ماب أفداد بس ما في اي تلميح عم ماب أفداد الحين تلميح نيوك تاون مون أسنشن و ماب أورجنس غير هيك من فترة بالمكان بتفوت فيه لتختار ماب زومبي بلاكوب 3 اصغروا شوي احجام المابات متو شايفين و صغروها شوي و وسعوا يعني مثل حطوا انه في مجال اوسع لمابات غير وهذا الشي جدا غريب انه مستخدموا ليش ليصغروا احجام المابات بالمكان متختار ماب و خلوا مثل مجال اكتر لمابات اكتر اذا المكان كله فاضي و انتم جاي فينا الصورة اداكم هلا هيك صار احجام المابات ولو ضفنا تسع مابات بنفس الاحجام الصورة اللي هما حطينهم راح تملي المينيو كامل متل مو شايفين راح يصير عنا تسع مابات و ما ادلت سامابات شي غريب انه حزمة يحطوا 5 و حزمة يحطوا 4 او ويكام يحطوا 8 مابات بس يسحبوا على اخر مربع و يرجعوا و كبروهم عادي بس يعني المين مني تبع بلاكم 3 جدا واضح انه ليسا فيو سامابات اكتر طب الاحين نروح للشي اللي كلعب يحكي عليه اللي هو فيه يوتيوبر اسمه The Gaming Revolution وهذا يوتيوبر حكي انه يعرف واحد من ستديو تريارك و شخص معصوق وهذا الشخص حكي له انه فيه حزمة قادمة طبعا هذا الشخص ما فينا نتق به كثير انه حاط كثير اشياء من زمان و مطلعت صح حاط كثير اشياء من زمان انه اشياء راح تشجي و مطلعت صح بس كمعن حاط اشياء و طلعت صح بس ما فينا نتأكّر من كلامه ما فيه ايش اكيد بس الشي اللي خلاني اوثق و كلامه شوي انه فيه اليوتيوبر الاسمه glitching queen حكيت انه حكيت مع اليوتيوبر هاد و فعلا ورجاها على المصدر الموسوق وهي شافته بعينها و حكيت انه ايه هي شافته مسدقة جدا انه فيه حزمة خامسة و يعني شي جدا للوثوق وهي اليوتيوبر على بنسبة لي اعتباعها و ما شفت بعمرة انه حكي انه ما شفت ولا مرة انه كثبت على متابعينها او سوت شي مشان نجي مشاهدات او ايشي كثبت صراحة ما شفت منها ايشي يعني فهذا الشي خلاني نشيك نوعا ما انه كلام اليوتيوبر the gaming revolution صحيح بس شباب ها فيديو اليوم اتمنى اكون اعجبكم اتمنى يا شباب لايك اذا بتحمس للحزمة الجاي و اكتب في الكومنت اذا عندك اي تحليل ايشي و كيف تحمس للحزمة الجاي اذا كان في حزمة خامسة يا ربك انه شي صح اتمنى يا شباب ان تنشوا الفيديو لاصحابكم على هالفيديو عطيت لكم فيه كل شي معلومات انا ليش اتاخرت كتير بالفيديو لان قاعد استنى ينزل الكوميك اليوم اللي اليوم ننزل اربعة و قد عبستنى الكوميك اليوم ينزل وشي نشوف الـ background الجديد ومنزل الكوميك اليوم و ما كان فيه اي background شواناك اتاخرت جدا بالفيديو لان عبستنى الكوميك ينزل و احطلكم ال background اللي راح يضيفوه السوء المعرفته و ما ضعفوه و اتمنى تنشئي الفيديو اتمنى الفيديو هاد يوصف بالال 4000 لايك بشان اتحمس اكتر على محتوى الزومبي و انزلتكم الزومبي اكتر و باس لكم في شركيا و في شركيا كيرش كيف ديوها التانى ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة